المالكي فاز في السماوة فقط وتراجع ثالثاً في بغداد والبصرة حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نور المالكي وفق نتائج المفوضية لانتخابات مجالس المحافظات على نحو نصف مليون صوت في عموم البلاد بينما تراجع كثيراً في أكبر معاقله وهي بغداد والبصرة إلى المركز الثالث حيث لم يستطع منافسة محمد الحلبوسي في العاصمة أو أسعد العيدان في البصرة ولم يتصدر ائتلافه إلا في محافظة المثنى فقط تخيل المالكي يجيب لي صبعة المالكي تمام؟ ما حصل ما حصل وخسر هواية من الانتخابات السابقة خسر من جمهورة تخيل بغداد اللي كانوا يجيبون بيها أصوات عالية بغداد بعد متاكل تشذبوا الكلاوات بعد ما يأكل ما خليتوا شغلة ما سويتوا بالانتخابات وكل الانتخابات ساعة السنة رح يجون يحتلون بغداد ساعة إحنا جماعة الحشب ساعة إحنا طينا الضحينا وشهداء وساعة يربالكم البحثين يرجعون وبالأخير هجمتوا وقعدتوا خسرتوا لا بقيتوا دولة ولا بقيتوا جماهير حتى جماهيركم خسرتوها قررت عينكم يعني عراق بأكثر من 40 مليون 6 مليون بس يرحوا للانتخابات بكل العراق قررت عينكم شو وقت تحسون انتوا فشلتوا شو وقت تحسون انتوا ما بيكم خير شو وقت تحسون انتوا مفشلة لأنه اللي يجيب واحد ما عنده شهادة وما متعلم وما متطور ويجيبه بخليه بمنصب ويشمر المهندس والطبيب بالشارع بالدول فأكيد ما رح يبني دولة لأنه هو فاشل شون تريده يجيب واحد ناجح